هل لاحظتم وشاهدتم عملية محاسبة الفاسدين أبداً ويحيى راه مهوش في السجن راه في مكان ما خرجوا اللي خرجوا ولي برؤوا اللي برؤوا واتوقف نهائياً قضية محاسبة الفاسدين ما كانش ما فتحوش ولا قضية أخرى ضحوا ببعض الأشخاص راهم قاعدين يضحوا فيهم بقط حتى يستوي النظام وبعد ذلك ذرك تشوف وش يديره والقادم أسوأ في بلد خالد نزار كان هارب بمذكرة توقيف حول الفساد وأشياء كثيرة رجع علامة متائرة رئاسية توفيق مرتين يحكموا له 15 سنان برؤوه وصار صانع القرار وصار يجتمع معاشين قريحة ويخيط معاه خالد نزار وغيرهم في مسار الدولة الجزائرية الناس اللي يطالبوا بالتغيير ولي ناضلوا من أجل التغيير كلهم في السجون واللي ما هوش في السجون في الداخل راههم في الخارج مطاردين بمذكرات توقيف ما الذي أنجزته يا تبون لصالح الحراك أنجزته شهوه راكم بصدد إنجاز قائمة تتعلق بالكينات والأشخاص اللي عندهم علاقة بالإرهاب أنج خرجتنا بأن الحراك نص إرهاب وتلاحقوا في الحراكيين بتهم الإرهاب اتحرقوا غابات منطقة القبائل من أجل أن تبتشوا بالحراكيين والشهدين ما الذي قدمته يا تبون للجزائريين ما الذي قدمته لا شيء حتى الانتخابات هذه أصلا انتخابات راهي مزورة انتخابات مزورة وتم فرضها من طرف القيد صالح وجماعته أنا ذاك باش نهاول مسار هذا لأنه يكفي انتخابات فيها عدة مترشحين تحسن في الدور الأول وتبرمج الدولة دور واحد فهذا أكبر دليل على نية التزوير لأنه الدولة اللي يكون فيها عدة مترشحين دائماً تبرمج دورتين لأنه قد يجوزوج متسويه ولكن للأسف الشديد هذه دولة واضحانية التزوير منذ البداية الجزائريون طالبوا بالتغيير الانقلاب على التغيير بهذه الطرق الأمنية والبوليسية البائسة لن تزيد إلا في احتقان الوضع وإذا أفلتم أنتم يا جنرالات الجزائر يا شنغريح أو من معاك وراكم قررت من ثمانين من أعماركم قد شرحت عيشوا لا تظنوا أنكم إذا أفلتم من هذه الدنيا وعلى بالي ما تعطوش أي اعتبار لما ينتظر في الآخرة وينتظرنا جميعاً ربي يعفو بينا ويعاملنا ربي بعفه وليس بعدله هذه لا تظنوا أن أبنائكم والأموال التي نهابوها ستمر بسلام لأن الأجيال واللادة والجزائريين الآن الذين لم يستطيعوا صناعة التغيير رح يخرج من صلبهم جيل آخر يفرض هذا التغيير العالم يتحول رويداً رويداً لأن ره قرية صغيرة رح يستحول إلى بيت صغير وكلما مستمر كلما صار كل شيء على المكشوف وفي هذه الحالة لن تستطيعوا إخفاء الحقيقة ولن تستطيعوا تشويهها ولن تستطيعوا أن تضحكوا أيضاً على شعب صار يتجول في كل عواصم العالم وهو نائم في غرفة نوم وهذا لا يمكن أن تحولوا إلى مجرد واحد متلقي مستهلك للمعلومة الناس كل الآن تصنع في المعلومة ومن يصنع المعلومة بلا أدنى شك سيلعب دور فعال في تحويل المعلومة إلى واقع في حياته سواء أنتم رضيتم أم لم ترضي عامين مرنا على مدار عامين والوعود تلو الوعود وفي النهاية لا جزائريين طلقوا الورود التي وعدتموها بها بل أنهم يقفزون من بارود إلى بارود والقادم أسوأ لا قدر الله ترجمة نانسي قنقر